رمضان صبحي في الفيديو ده وصل النقاط كده مهمة جداً أولاً هي فكرة القائد اللي بيخاف جداً على لعبته وبعايز يدي الحق للرجال اللي تابت وده شيء شفناه حتى في احتفالات اللعيبة برمضان صبحي إنه كان مقنع بالنسبة لهم وبالتالي كان فيه ثقة متبادلة بين القائد وبين باقية اللعبين النقطة التانية على الجنب الآخر رمضان صبحي لما جاء كلم في حاجة تخص الجهاز الفني هو عايز يدعم لعبته لكن قال بعد إذن الكابتن شوق غريب طبعاً وده نقطة بتبين إن اللعب لعب والمدير الفني مدير فني لكنه في النهاية من حقه إنه يدافع عن لعبته والحقيقة السؤال ده طرح فيه البعض طرحوا على شكل كوميدي إنه نختار مين جنب اللعب مين أو حاجة من هذا القبيل وفيه البعض اللي طرحوا بجدية فعلاً وبدأ كمان يرشح أسماء في الوقت اللي المفروض إنه لسه على شهر سبع كتير جداً فيه متغرق كتير جداً ممكن تحصل فيه لعبين ممكن تصاب فيه لعبين موجودة حاليين ممكن مستواها تراجع أشياء كتير جداً المفروض زي ما قال وجهة نظر زي كابتن شيرف إكرام مثلاً استعرض وجهة نظر قال إحنا المفروض بعد ما نصح على الأولمبياد يكون التساؤل إحنا هنقدر نطور لحد إمتى إحنا هنقدر نحقق إيه أو التارجد بتاعنا في الأولمبياد إيه اللعبة دي الدوري بتاعها بالانتظام المسابقة الدوري أو اللي احنا بنشوفه في المسابقة الدور دا هيطور اللعبة دي إنها تبقى مؤهلة تحق شيء في الأولمبياد كل دي كانت أسئلة المفروض تتسأل بعيد عن الثلاث لعبين اللي فيه متغرق كتير جداً يا فارس في سبع شهور كل حاجة ممكن تتغير ممكن أنت ترشح لعب دلوقتي ممكن يصاب ممكن لعيب مستوى يعلى ممكن لعيب مستوى إيه خاصة نحن عندنا كريم ندفيد عندنا محمد محمود عندنا طاهر محمد طاهر دي لعيبة طبعاً بنتملانها الشفاء طبعاً كلها استبعدت بسبب الإصابات بص يا أحمد أنا واقف عند حاجة في كلام رمضان مهمة جداً كيف للاعب كرة قدم وهو لسه بيمارس اللعبة مش لعب حتى معتزل وتدرج مثلاً في عمل إعلامي إنه هو يدي رسالة للإعلام صعب قوي إنه هو يوجه رسالة واضحة للإعلام ويقول لهم الكلام ده مش وقته دلوقتي ولسه بدر عليه أعتقد إحنا ما بقلناش كتير معاكو على الشاشة ولكن في قواعد في العالم كله مهنياً إن البطولة لم تنتهي وإن أنت بتسير من دلوقتي اختيارات ليست لها أي منطقية يا أحمد في عالم كرة القدم إن أنت بتتكلم كمان الفترة دي البطولة في شهر سبعة وإنت بتتكلم عن خلال الفترة دي اللي حيحصل أو بتحدد تلات لعبين وبدأت الناس تختلف وبدأ الموضوع يتقلق أنت بتختار دول من الأهل ودول من الزمالك الجماعة اللي بيحصل ده غير مهني إطلاقاً ومش مفترض أن الأمور تناقش بده ومش في مصلحة المنتخب كل مباراة اللعب بيفرق فيها مستوى عن المباراة الأخرى نتمنى إن شاء الله بإذن الله وقت اللي اختيار الجهاز الفني اللي اللاعب الصغير رمضان صبحي على هلكو يكون لوجهة نظر وفقاً للمعطيات وقتها ودرس مهم جداً انت وقفت عند فكرة إيمانه بدور المدرب إيمانه بدور اللاعبين ولكن كمان إنه هو يدي رسالة للإعلام أعتقد كانت حاجة من رمضان خطوة جديدة وطريقة كلام وتفكير أعتقد تبين كتير جداً وعشان كده أنا عايز أقول رسالة الرمضان مهمة قوي رمضان صبحي حالياً في أفضل مستوياته بيسجل في البطولة وبيصنع أهداف وأفضل لعب في البطولة أكيد حلم الاحتراف حيراود رمضان من جديد صدقني يا رمضان كام لاعب احترف برا كام لاعب محدش دلوقتي فاكرهم مع إنهم احترفوا أسماء وكتير قوي بنوا تاريخ وبطولات مع النادي الأهلي وعايشين في قلوبنا بيدخلوا أي استفتاء قدام أي لاعب بيلاقوا جمهور وراهم مش كل لاعب حيحترف في رمضان حيبقى محمد صلاح دير سلام مش كل لاعب حيحترف حيبقى محمد صلاح والإعلام روج لنا وهم الاحتراف بفكرة تسيبوا اللاعبها تحترف وشوفنا لاعبين زي أحمد حجازي وغيرهم مستوياتهم قالت كتير قوي بعد الاحتراف وشوفنا جيل بيحقق بطولات عظيمة وبيروح كاس العلم للقارات وبيحقق نتائج مبهرة وكان أغلبه مش محترفين العبرة ليست بالاحتراف صدقني يا رمضان أنت في المكان اللي ممكن يديك كل حاجة جماهرية وحب وتاريخ وبطولات والأهم من كل ده أن أنت تعيش في قلوب جمهور النادي